يعتبر حي بلات إسطنبول هو من أجمل أحياء إسطنبول ويتعلق ببيوته الملونة وأزقته الضيقة وكذلك مبانيه التاريخية القادمة قد تم تصنفه ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمية لما يحتويه من مبانيه تاريخية وكنائس أرزوزكسية فيحتوي هذا الحي على كنائسه معابد الجاليات والأقليات اليهودية وكذلك الأرمينية واليونانية وقد تم فيه تصوير مسلسل الحفرة الشهيرة حيث يعتبر هذا الحي بيئة خصبة لدكورات جاهزة للتصوير فقد تم تصوير أجمل الأفلام والمسلسلات التركية هناك ويحتضن حي بلات إسطنبول ثلاثة معابد وكنائس لليهود ويقع حي بلات إسطنبول في منطقة الفاتح بين منطقتين إيوان سراي وإلى الغرب من منطقة أمينونو حيث يطل على القرن الذهبي من مدينة إسطنبول بشقها الأوروبي الجميل ويمكن الوصول إلى هذا الحي باستخدام بصات النقل العام الرقم 99 حتى موقف بلات أما عن الفنادق القريبة من حي بلات إسطنبول فهو فندق تين كاركوي إسطنبول وفولد كاركوي ذا هاوس يحتضن حي بلات إسطنبول ثلاثة معابد وكنائس لليهود أبرزها معبد أهريدا الذي بني في القرن الخامس عشر والذي يتميز بشكله المشابه لمقادمة السافينة أما المعبد الآخر فهو كنيز يامبول ويرجع اسمه إلى اليهود المهاجرين من حي يامبولو في مقدونيا كما ويمكنك أن تلاحظ عند مسيرك في هذا الحي الجميل نجمة داود التي قد تلاحظها على كثير من المنازل والبنايات كدليل واضح على التاريخ اليهودي لهذا الحي كما ويضم حي بلات إسطنبول كنيسة ومتحف شورى وهو مثال شاهد على الجزور البيزنطية الأرض سكسية قد كان المتحف عبارة عن كنيسة مسيحية اسمها كنيسة المخلص المقدس وفي عام 1948 تم تحويلها إلى متحف شورى كما ويحتوي المتحف على الكثير من اللوحات الفنية والفسيفسة وكذلك اللوحات الجدارية التي تصور حياة يسوع وأمه مريم وفقا للعقيدة الأرض سكسية كما أن للطابع الإسلامي بصمته في حي بلات إسطنبول حيث يتواجد فيه جامع عثماني عريق وهو جامع فروحكة هذا الذي بني عام 1562 في عهد السلطان سلمان القانوني طممه المعماري الشهير السنان ويتألق هذا الجامع بمئذنته الشامخة ونقوشه الإسلامية الرائعة قد كان الجامع مخصصا للدراويش على مدى سنين طاويلة فإذا رغبت في أغذي قسط من الراحة فالحي مليء بالمقاهي والمطاعم الشعبية التي بإمكانك فيها احتساء كوبا من الشاي أو فنجان من القهوة التركية كما ويمكن لزائر الحي أن يبتع من محلات الأنتيكة تذكارا لن يجده إلا في حي بلات إسطنبول حيث سيجد طحفا تخلد قصة الحي اليهودي والمسيحي والمسلم وكذلك تعايشهم معا أشكركم لحسن الاستماع كانت هذه نبذة مختصرة عن حي بلات إسطنبول لكن لا تنسوا الاعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم أرحب باستقبال تعليقاتكم ومقترحاتكم ألقاكم في الفيديو القادم على خير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر